من القدس مرسلنا نضال كنعنا ينضم إلينا نضال كثير من التطورات المتسارعة تحديدا على المستوى الحكومي بالنسبة لنتنياهو إضافة للضغوط التي يتعرض إليها نعم بالفعل يعني أولا لنتطرك إلى ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في الإجمال الصباحي وتحدث عن إدخال 14 شاحنة إغاثة جديدة إلى قطاع غزة وقال بأن هذه الشاحنات تحمل المياه والطعام والدواء وأنه تم تفتيشها من قبل الجيش الإسرائيلي قبل دخولها إلى القطاع على عكس ما كان في المرة السابقة هو تحدث أن لدى الجيش الإسرائيلي ألف جثة لمقاتلي حركة حماس يحتفظ فيها إسرائيل إضافة إلى عدد من الأسرة وتحدث عن الجبهة الشمالية وقال بأن الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب استهدف عشرين خلية تابعة لحزب الله وثمانة منها بالأمس فقط في إشارة إلى التصعيد الكبير على الحدود الشمالية فيما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالأمس جرى استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية في القدس وهذا الاستطلاع يشمل فقط السكان اليهود في إسرائيل وليس كل السكان لا يشمل عشرين بالمئة من السكان العرب في إسرائيل ولهذا النتائج ارتفعت جدا ضد نتنياهو خمسة وسبعون بالمئة من السكان اليهود في إسرائيل يحملون نتنياهو مسؤولية ما جرى في هذه الحرب ونحو خمسة وستين بالمئة يطالبونه بالاستقالة بعد الحرب وهناك نسبة مشابهة تطالب بإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل بعد الحرب هذا مؤشر مهم للأزمة الموجودة حاليا داخل الحكومة الإسرائيلية أولا من يدير الحرب من يدير الدولة في أزمة في خضم حرب هو رئيس وزراء لا يحضى بأي دعم شعبي بل على العكس كل الشارع الإسرائيلي يرى بأنه هو المسؤول عن اندلاع هذه الحرب وعن نتائجها وبالتالي هو مطالب بالاستقالة انعدام الثقة لا يقتصر فقط على الشارع الإسرائيلي هناك أزمة ثقة حادة بين الجيش الإسرائيلي وبين المستوى الحكومي الجيش الإسرائيلي يقول نحن على تم الاستعداد للعملية البرية وبالتالي يلقي الكرة في ملعب نتنياهو يقول أو قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي نحن مستعدون وبانتظار القرار السياسي أو قرار المستوى السياسي وبالتالي هو يقول من يؤخر العملية البرية هو نتنياهو هناك انتقادات لنتنياهو حتى من داخل الحكومة هناك الآن تهديد من ثلاثة وزراء بالاستقالة رغم أننا لا نعرف من هؤلاء شخصيا لكن على الأغلب هناك تقديراتهم من الجناح المعتدل المتعقل داخل حزب الليكود والذين يرون على حزب الليكود أن يتحمل مسؤولية وعلى نتنياهو أن يتحمل المسؤولية هناك مطالبات بإدخال أعضاء جدد للمجلس الحربي في إسرائيل من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي قال نريد عضو على الأقل في المجلس الحربي ليس من الأعضاء الذين كانوا يؤمنون بأن حركة حماس تم ردعها وبأنها لن تشن الحرب على إسرائيل نعم نضال إذن هناك أزمة داخل الحكومة هناك أزمة بين الشارع والحكومة وبين الجيش والحكومة شكرا لك نضال كانعنا مرسلنا من القدس